طيب خلينا أقول لك أباءنا من أول عشان يعودون على الصيام كلنا نذكرها كيد تذكرها كانوا يقولون في صوم اسمه صوم الدجاجة والديتس حجيب هذا وشه أنك تصوم طبعا ما بعد تبك عمرك سبع ثمان ما كنلفتها بس يبون يدربونك يبون يدربونك فيقول لك صم وإلى جعت ما قدرت تقاوم مرة كل شيء خفاف تصبيرها نسميها الأيام تصبيرها صح إلى أن يثور المدفع ويد المغرب هم نفطر جميع فبدوا يعودوننا على هاتطريقة طبعا بعد ما تكبرنا بدين نصوم خلاص بدين نصوم وكذا لكن أذكر في يوم الأيام أني صايم وجعت كان الوقت أربع العصر باقي حول ساعتين على على دان غرب ولعل ما أدري نسيتني صايم وكان بدايت الرمضان ما بعد تعوت جميل ونحرت الثلاجة وأفتح الثلاجة وألقى خيار بيذجان مدلوش وأبدأ أخذه من قوة الجوع حتى البيذجان هاك العروق هذيك الخضرة مرة كلها مرة من القوة مرة الوالدة الله يرحمها الله يغفر الله شفتني أكل داري أنه رمضان وداري أنه صوم بس لأنها تعرف أنه في حديث نعم إنما أطعمه الله وسقاه من أكله ناسيا أو أفطر سقاه برحب نعم إن شاء الله فقالت خلها هذه رحمة من رب العالمين خلها يكمل وعطتني فرصة يوم هسيت في الشباة واصكلت للاجة وأنا رأيك قلت أوه صايم ولم يجمي قالت يا ولدي كمّل كمّل كيّض الله وجهه الله يغفر الله ورحمه ما شاء الله هذا من فقهة ما شاء الله هذا من المواقف نعم